على أي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر وزي ما كنا نتكلم معكم أنه بيقى في دول مثلا زي المملكة المتحدة بيكون فيه ربط بين عيد الميلاد وتساقط الثلوج يعني مثلا فيه أجواء بتبدأ كده بتبدأ أجواء العيد مع تساقط الثلوج من يوم 25 ديسمبر لكن فيه دول تانية في أوروبا هيكون فيها أعياد الميلاد السنة بلا ثلوج ده بسبب ايه؟ التغيرات المناخية زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة وتغيرات المناخية ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر في قارة أوروبا أعياد الميلاد شكلها هتختلف بالتأثر من التغيرات المناخية الفترة اللي جاية تعالوا نعرف تفاصيل أكتر إزاي التغيرات المناخية دي بتؤثر على احتفالات العالم بأعياد الميلاد مع ضفنا الدكتور علاء صرحان وستاذ اقتصاديات البيئة اللي منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك على السادة مشاهدة في البداية نسأل حضرتك دول أوروبية هتشهد سقوط فلوك ودول أخرى لن تشهد سقوط فلوك مع احتفالات أعياد الميلاد تغيرات المناخ بتؤثر إزاي في هذا الموضوع وفعلا إحنا أمام طقس بيتغير بشكل كبير خلال السنوات اللي جاية احتمادا على ما يحدث من تغيرات المناخية طب والحضرتك السؤال يعني جابته معقدة شوي لإلى إن هي موضوع التغيرات المناخية عمتا وموضوع معقد لإن فيه داخل فيه ظروف وعمل كتير ولكن خلينا حركنا تناول الحقائق أو الفاكتس أولا موضوع الكريسمس الأبيض أو عيد الميلاد الأبيض ويت كريسمس معروفة في أوروبا حررتك أن هناك دول يعني فيه سنوات بتيجي فيها الكريسمس بيبقى اللواء بيستتساقط فيه السلوك وبيبقى عيد الميلاد الأبيض زي ما يطلق عليه ودي بيحسبوها وبيعرفون فيه دول مثلا في آخر أشياء المملكة المتحدة على سبيل المثال فيه سنوات كانت فيها عيد ميلاد أبيض وفيه سنوات تانية ما جدتش وفيه دول أخرى ما جدت لاش طبعا أوروبا يعني تقليديا هي اللي بيجي لها تلوج عن نصف الكرة الجنوب لأن نصف الكرة الجنوبة زي مثلا أستراليا ونيوزيلان بيجي في الصيف فصل الصيف وإن كان طبعا الكروتة المعايدة والاحتفالية هناك عندهم دايما يعني بيحاولوا أنه هو عيد ميلاد أبيض اللي فيه كريسماس لكن دي ثقافة وليس لها أي علاقة بالواقع بالواقع طيب اللي حصل حريتك طبعا مما لا شك فيه أن بسبب تغيرات المناخية قلت الأيام تساقط الثلوج في قارة أوروبا أنا مش هتكلم على أمريكا الشمالية لأن لها وضع تاني بالنسبة لأوروبا اللي هي طبعا حجمها أصغر بكتير من أمريكا الشمالية فالمناخ بتاعها عمتا أو الأخوال الجوية فيها متشابهة إلى حد ما غير طبعا أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية أكبر ويعني كندا مثلا تعتبر تاني أكبر لاند ماس أو مساحة أرض في العالم وإن كان جزء منها كبير مجمع لكن دي قصة تانية عن جلدان بالنسبة لأوروبا حردك دائما نحن بنقول أن ليس كل ارتباط إحصائي له سببية يعني أن لو ما تساقطش الثلوج في أوروبا أو في أي دولة أو في أي قارة ليس هذا بالضرورة أن يكون بسبب تغيرات المناخية ولكن هناك أدلة علمية دامغة هنا بقى السببية أن بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة نحط تحت المتوسطة دي خطين لكوكب الأرض نحن وصلنا دقاتي حردك حوالي واحد وستة واربعين من مية درجة مئوية أعلى من ما قبل الثورة الصناعية سواء الأولى أو الثانية يا حوالي درجة ونص مثلا هي درجة ونص يعني أنا بس بحاول أن أقولها بدقة شوائي لكن هي درجة ونص حردك فدي طبعا معناها أن حيحصل ما يطلق عليه بأكستريم وادر إفانس اللي هي هناك التطرف أنا لا أحب أن أستعمل كلمة التطرف ولكن هي دي الحياة الترجمة أنا لا أستعملها التطرف في العوامل أو الظروف الجوية ما بين حرارة شديدة وجفاف إلى سيول وأمطار عارمة جدا فهو حنلاقي مثلا أن فصل الصيف في دول كثيرة بيبقى حر كتير وفصل الشتاء بيبقى ممكن يكون بارد أكثر وقصوى في البرودة فهي دي ما نتوقعه من التغيرات المناخية بالنسبة للولايات المتحدة وشمال أمريكا الشمالية الحقيقة الوضع مختلف شوية أن هناك مدن وولايات نحن عارفين أنها دايما فيها عيد ميلاد أبيض وعارفين ثقافة يعني معروفة أن عيد ميلاد بييجي أبيض ابتدت تقل فيها السنوات اللي بتيجي فيه نحن بتكلم على فترة حرتك معينة اللي هي ديسمبر ما بين 24 ديسمبر وإلى نهاية السنة يعني قلت فيها الأيام اللي بتيجي فيها أو تتساقط فيها السنوات ولكن في مدن أخرى وولايات أخرى ابتدت تيجي فيها تتساقط فيها السنوات فإحنا بنلاقي إيه أن هناك اختلافات في درجات الحرارة وفي العوامل الجوية مش بنكلم عن المناخ أو المناخ عيبة أطول بنكلم على 30 أو 40 سنة لكن حاليا ما يحدث أن هناك اختلافات وعلى فكرة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق اللي فيها مسطحات مائية بتزداد نسبة الرتوبة عالية فلما بتقل درجة الحرارة بسبب السايكل أو الدورة المائية اللي هي الهيروسايكل بتتساقط أمطار عشان كده بيجي سيول كتيرة يعني شو برضو فكرة السيول والأعصير وغيره وما دي كلها مرتبطة بالتغير مرتبطة بيها تماما حضرت مرتبطة بيها دكتور يعني هل حديث حضرتك ده يفسر أنه المناطق الجبلية زي مثلا جبال القلب البلقان بيتزايد فيها تساقط الثلوج طيب هو حرك فيه دراسة عملت في سنة عشرين عشرين بتقول أن زي مثلا القلب اللي هي جبال القلب وكده أن كمية الثلوج فيها قلت ولكن ليست يعني ما اختفتش هي بتقل وعلى فكرة حضرتك إحنا زمان من سنوات طويلة كنا بنروح للمناطق دي نلاقي أن فيه سنة من نها مجهش فيها تلج أو التلج مش موجود فيها بالكسرة اللي ممكن الناس تتزلج فيها عليه يعني هيك كانت موجودة زمان بس التردد الفريكونسي التردد والحدة بتاعت التغيرات المناخية قدت إلى تتصارع وتتزايد الفكرة بتاعت أن الجو بيتغير وأن إحنا لازم نحاول نتأقلم مع ما هو موجود يعني اللي كان بيحب يتساحل على التلج في هذه المناطق لازم أن هو حيبتدي يغير الأنماط بتاعته بحيث يدور على مناطق أخرى يقدر يعرف إنذار مبكر عن إمتى تتساقط التلوك وإمتى هو يقدر يخطط نفسه فهي بتختلف كلايف ستايل وأيضا نمط حياة نمط حياة وأيضا كثقافة شعوب الثقافة بتاعت الشعوب بتقول لو العيد ميلاد حيب أبيض يمكن شوية بشوية مش لازم يبعيد ميلاد أبيض أو يمكن يقدر يكون فيه شفت أو انتقال من فكر معين إلى فكر آخر بما يتماشى مع ما يحدث حولنا من عوامل جوية مختلفة طيب دكتور علاء ممكن التعامل مع بعض التغيرات المناخية في الإطار البسيط يعني بش اللي هي نقدر نقول عليها ظواهر مناخية عنيفة مع الظواهر المناخية العنيفة زي الأعصير وإحنا شفنا خلال فترة الماضية في أكتر من مكان في العالم أعصير شديدة جدا يعني هنا بتبرز أهمية أجهزة الإنظار المبكر وأنظمة التنبؤ بهذه الظواهر المناخية العنيفة حضرتك أستاذ في اقتصاديات البيئة إلى أي مدى بيتم تطبيق مثل هذه الأنظمة وإزاي ممكن تحمي الإنظار المبكر من عواقب بتكون شديدة جدا إذا لم تكن تعمل بشكل جيد طيب هو يفند حضرتك لازم نفرق ما بين حاجتين أن هناك ظواهر بتحدث في المدى الطويل اللي هي زي انتفاع مستوى سطح البحر دي بتحصل على سنوات طويلة ولكن الأعصير والزيور وكل هذه الظواهر اللي هي يعني ما يطلق عليه غضب الطبيعة يعني تعبير الشيء اللي هي التعبير الشيء أنه دي بتحصل ممكن في يومين أو ثلاثة أو يمكن حتى في ساعة قدرة الدولة أو قدرة الأجهزة المناخية والجوية أن هي تقدر ترصد هذه الظواهر قبل وقوحها بتوفر حضرتك موارد مالية كتيرة جدا بتوفر جهد كبير جدا وده استثمار لأن حضرتك لما بتحمي المنشآت والأفراد فدي حاجة مهمة جدا الحمد للإحنا في السنوات اللي فاتت مع وجود أقمار صناعية قوية جدا وبقت بتجيب ريزولوشن قوي قوي ومع وجود نمازج محاكاة سيميليشن موضلز وكمبيوتر سوفتوير كتير ادرنا حضرتك أن على الأرض ناخد هذه الصور ونركب ونقدر نحطها مع نمازج المحاكاة بحيث أن احنا نقدر نعرف الأعاصير جاية ودي مهمة جدا جدا لأن من الممكن أن احنا بناخد كأجهزة دولة بناخد يعني إجراءات حماية استباقية بناء على المعلومات اللي عندنا وعلى فكرة يا فاتم هي طبعا دي كلها نمازج محاكاة يعني ممكن تختلف سرعة الرياح تروح الرياح تروح شمالية شرعية فما تجيش قوي عندنا أو الأضرار ما تبقاش زي ما توقعنا ولكن احنا بنقول إيه ده مبدأ الأغذ بالأحوط اللي هو البركورشني برينسبل إن إيه زي بوليس التأمين أنت حردك السيارة بتاعت حردك حريك تطلع عليها بوليس التأمين ليس بالضرورة أن أنا رايح علشان عايز أعمل حوادث أو متوقع أن أنا ولكن هي مجرد أن أنا بأمن نفسي وبأمن منشآتي وبأمن الناس وبتوفر لي اقتصاديا وبشريا يعني بتوفرك كتير جدا فأجهزة الإنظار المبكر يعني الإجابة المختصرة على سرحي هامة جدا 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 وكل شوية نحن نتقدم وعلى فكرة الدولة المصرية قامت بإجراءات سباقية كتير علشان خاطر موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر مثلا وعملنا مصادات مياه وعملنا عشان الملوحة من البحر ما تخشش وتباوز الزراعات ففي إجراءات طبعا أخدناها لكن هل ممكن في إجراءات أكتر مع تطور البحث العلمي مع تطور أجهزة الرصد والمراقبة أعتقد إن شاء الله أن نحن نقدر نعمل أكتر طيب دكتور هل كل الظواهر الطبعية يمكن التنبؤ بها ولا في بعض الظواهر صعب التنبؤ بها يعني يقال أن الزلازل مثلا على سبيل المثال لا يمكن التوقعها حضرتك مثلا الحقيقة دي مش منطقتي لكن أنا حاول بقدر الإمكان على قد المعلومات المتوضعين عني في طبعا حاجات من الممكن التنبؤ بها زي مثلا العواصف وكلا أنها بتطلع من مثلا على سبيل المثال من المحيطات أو من البحار بسبب منقفة جوي مع سرعة دوران هوا معينة فمن الوانس إنها ابتدت تتكون هذه الظروف بتبتدي أجهزة الرصد بتتباحها وتقدر إنها تعمل سيميليشن دي محكاة للا حيحصل بالنسبة للزلازل معلوماتي البطيئة إنهم بيحاولوا يجربوا على بعض الحيوانات التي لها قدرة على التنبؤ بالزلازل قبل وقعها فبيشوفوا إيه الحساسات اللي عندها اللي الربانية دي حاجة ربانية اللي من الممكن محاكتها بحيث إن إحنا نقدر يكون عندنا أجهزة نقدر نعرف إيه اللي بيحصل إيه الزبزبات اللي بتحصل التي ممكن التقطها من أجهزة أو حتى الموجات ممكن الموجات اللي ممكن تكون موجودة يعني فهمت وجهة نظر حضرتك إنه حالياً بيتم العمل على نظام لمحاكاة يمكن أن ينبأ الإنسان بوقوع زلزال لكن حتى الآن لم تتبت حسب معلوماتي المتواضع يعني لم تتبت أي نتيجة علمية مؤكدة طيب بالنسبة لل يعني فيه بجهة نظر بتقول إنه الصيف اللي بيجي حر قوي بيقابله الشتاء قارس البرودة طيب هو يا فنم زي ما قلت قبل كده هي هيحصل تغيرات متطرفة يعني قصوى من حر شديد إلى برودة بس هل ده شرط؟ هو مش شرط يا فنم؟ يعني هل الصيف الحار جداً يقابله الشتاء قارس البرودة؟ أقول حردك على حاجة إلى يومنا هذا كل ما لدينا من الهيئة الحكومية للتغيرات المناخية يلاقي الـ IPCC اللي هي أعلى جهة علمية منوط بيها من كل دول العالمية 97 دولة الموقعة للاتفاقية للتغيرات المناخية إن هي تطلع بتعمل ريفيو هي ما بتعملش أبحاث جي لكن بتشوف ما هو موجود من مراكز الأبحاث وأوراق بحسية ومشروعات بحسية إن هي بتطلع بتعمل مختصرات بتقول إيه اللي حيحصل وتوجه النظر المجتمع العلمي فهي حدث كل ما لدينا الآن هي سيناريوهات ليه؟ لأن في عوامل كتيرة جدا إحنا ما نعرفش مثلا قدرة الطبيعة على امتصاص كبلوعة كوعاء لامتصاص غازات الاحتباس الحرق اللي هو أساسا الكربون وثم الميتين وكده مش قادرين نعرف قدرة الطبيعة على امتصاص البحار والمحيطات هتقدر تستوعب الكلام ده فكل ما لدينا هي سيناريوهات بظروف وافتراضات كثيرة جدا جدا فعشان كده احنا بنقول هناخد بالأحوط هنقول إن من الممكن الحرارة تزاد جدا ثم في فصل الشتاء تتحول إلى برد قارس ليه؟ احنا بناخد حرتك عشان نحتاط الحيطة والحظة بناخد الإكستريم دايما ما ناخدش الحاجة اللو فعنا عندنا السيناريوهات المنخفضة الوسط والمرتفعة فإحنا عندنا الثلاثة أنا بقول إحنا دايما بنمشي على الوسط لأن خير الأمور الوسط لا كده ولا كده دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصادات البيئة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المعلومات